السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستقوم بربط المقر الرئيسي مع المقرات الأخرى بشكل موقع إلى موقع حيث هنا سيكون لديك التنالينغ يتم بين الراوتر الخارجي الخاص بالمقر الرئيسي للشركة مع الراوتر الخارجي الخاص بالمقر الثانوي أو الفروع الخاص بهذه الشركة أو الجامعة أو المصرف إلى آخره الريموت أكسس VPN بالحقيقة هو الوسيلة التي تستخدمها بعض الشركات من أجل السماح للمستخدمين أو الموظفين عن بعد أو المتنقلين من الوصول إلى الشبكة الداخلية الخاصة بالشركة أو المؤسسة أو المصرف أو الجامعة وسيربرات الداخلية والإنترانت من خلال أيضا التنالينغ أو الـ VPN هنا سيكون عندك ثنال ما بين جهاز المستخدم الاعتيادي الذي يجب أن يقوم بتنصيب VPN مع الشبكة الداخلية أو الموقع الخاص بالمؤسسة أيضا مع الراوتر الخارجي الذي يحتوي على وظيفية الـ VPN طبعا ويتم إعداده لهذا الشيء فهنا مثل ما ذكرنا تقنية الـ VPN هي موجودة منذ فترة طويلة من الزمن يمكن أن تقسم بشكل رئيسي مثل ما ذكرنا إلى سايت تو سايت VPN وريموت أكسس VPN طالما أن السايت تو سايت VPN تستخدم من أجل التأمين يعني الاتصال ما بين الأجزاء المختلفة للشبكة الـ Headquarter ومقر الرئيسي وفروعها المختلفة باستخدام الـ IPsec يعني protocol IPsec والـ Encrypted Tunnels اللي هي العنفاق المشفرة اللي شرحناها في المحاضرات السابقة إلا أنه النوع الآخر اللي ذكرنا لي هو ريموت أكسس VPN يستخدم لربط المستخدمين الاعتياديين إلى الشبكة الداخلية للمؤسسة أو الشركة طبعا هناك فوائد كثيرة جدا لكل واحدة من هذين النوعين سايت تو سايت VPN فوائدها الرئيسية بأنه هي ستسمح لكل الحواسيب الموجودة في المقر الرئيسي للشركة وكذلك في مقرات الفروع الأخرى التابعة لها من أنه تتصل بالشبكة وتتصل مع بعضها البعض الآخر بدون الحاجة إلى عملية الـ Encryption والـ Decryption أن تتم في داخل حاسوب المستخدم الواحد على عكس الـ Remote Access اللي هي يجب أن يكون فيها كل مستخدم يعني يمتلك على وظيفية الـ VPN والـ Encryption والـ Decryption ويجب أن تتم عملية التنصيب للـ VPN Client Software في داخل حاسبة المستخدم اللي هو عن بعد أو من البيت كمقارنة رئيسية بين هذين النوعين بالنسبة للفلوسوفي الفلسفة مثل ما ذكرنا الـ Site-to-Site VPN هي تستخدم طرق التشفير أو الحماية باستخدام الـ IP Security لبناء نفق مشفر ما بين شبكات الزبائن أو المقر الرئيسي للشركة والمقرات الأخرى التابعة لها من أجل الوصول إلى اللانات الداخلية الخاصة بكل منهما في حال أنه فلسفة الـ Remote Access هو أنه تسمح للمستخدمين الاتيادين بالوصول إلى الشبكات الخاصة لشركاتهم أو مؤسساتهم من خلال الـ Tunnel أو الـ VPN هنا الـ VPN Client on End Devices هل نحتاج إلى تنصيب الـ VPN Client اللي هو مثل ما ذكرنا الـ Software موجود يعني يتم تنصيبه في الأجهزة الطرفية؟ بالحقيقة بالـ Site-to-Site ما راح نحتاجه بالـ Remote Access نحتاج في بعض الأحيان أنه نصب الـ Client VPN وبعض الأحيان أيضا راح يكون عندك Client-less VPN يعني ممكن أنه بعض الأحيان يكون عندك الـ VPN هو عبارة عن Extension تقوم بإضافته إلى المتصفح مثل ما هو هنا واضح أمامكم مثلا هذا الـ BrowSec هو يعني دائما أنا أنصح الأخوة والأخوات اللي يقولون أنه عندنا مثلا مشاكل وانا لا نستطيع الوصول إلى شبكات أو يعني إلى محتويات مواقع معينة تكون عندنا بعض المواقع مهجوبة فأنت مجرد أنه تقوم بتنصيب يعني هذه الـ Extension إلى المتصفح اللي هو مثلا هذا كمثال الـ BrowSec وتقدر تقلل Start VPN فهذه يعني ممكن تكون مثل ما ذكرنا تنصبها أو ما تنصبها حسب الحاجة بالنسبة لي Remote Access أما بالنسبة للـ Site-to-Site فما راح تحتاج أنت أصلا يعني VPN Client في جهازك الشخصي لأنه مسألة كلها راح تكون مرتبطة بالراوتر الخارجي الخاص بي المؤسسة أملية إنشاء التنل هنا أنا أيضا في حالة الـ Site-to-Site ما راح تحتاج أنه أنت تقوم بإنشاء التنل لأنه راح يقوم يعني مدير الشبكة راح يقوم بإنشاء هذا الشيء بنيابة عنك أما بالنسبة للـ Remote Access فأنت تحتاج أنه تقوم بإنشاء التنل الخاص بك من خلال الـ VPN Client الـ Target User المستخدمين المستهدفين بكل نوع من هذه الأنواع هنا بالنسبة للنوع الأولي اللي هو Site-to-Site هما المستخدمين الموجودين في داخل Local Air Network الشبكة الداخلية الخاصة بمؤسسة معينة لأحد أفروع الشركة من أجل الإتصال بالسيرفرات الموجودة في المقر الرئيسي بالنسبة للنوع الأخر اللي هو Remote Access هذا أكيد المستخدمين المستهدفين هما المستخدمين المتنقلين الذين يريدون الوصول إلى الشبكة الداخلية للمؤسسة معينة أو شركة معينة والاستفادة من الموارد الموجودة في سيرفراتها بشكل آمن وكذلك أيضا الموظفين الذين يسافرون بكثرة هذه أيضا راح تكون مفيدة بالنسبة لهم مسألة الإنكريبشن والديكريبشن التشفير ووفق التشفير هنا هذي راح تكون مثل ما ذكرنا في حالة سايت تو سايت راح تكون هي مسؤولية البواب الخارجية الراوتر الخارجي الرئيسي الخاص بالشركة ككل هو اللي راح يكون مسؤول عن عملية الإنكريبشن والديكريبشن للأوتبوند ترافيك الترافيك الخارج من المؤسسة فهوات أيضا راح يتم طبعا إرساله عبر VPN Tunnel عبر الإنترنت إلى الVPN Gateway المقابل له في الموقع الآخر أما بالنسبة للVPN Clients Software هنا طبعا بالنسبة للمستخدمين اللي هو Remote Access هنا هو أيضا يحتاج أنه هو في داخل حاسبته أنه يقوم بعملية التشفير ووفق التشفير من خلال الVPN Clients Software اللي هو راح يكون موجود منصف في داخل حاسبته أو جهازه الشخصي هو اللي راح يكون مسؤول عن عملية التشفير ووفق التشفير قبل إرسال واستقبال البيانات مع الطرف الآخر اللي هو راح يكون بوابة أو الGateway الخاصة بالشركة التي يعمل فيها أو يحاول استخدام منتجاتها التقنيات المستخدمة طبعا في حالة Site-to-Site هي IP Security Protocol في حالة Remote Access راح تكون هنا IP Security Protocol زاد الSSL هل أنه هناك عدة مستخدمين سيستخدمون نفس التنال أو لا؟ في حالة Site-to-Site أكيد طبعا راح يسمح لعدة مستخدمين يعني بالحقيقة كل المستخدمين الموجودين في الشبكة الداخلية أو Virtual Line يعني Virtual Local Air Network الموجود في مقر الشركة الرئيسي وكذلك المقرات الفروق الخاصة بالشركة سيستطيعون إرسال واستقبال البيانات عبر نفس الVPN تنال وهذه طبعا ممكن أنه تعطيك فإنديكيشن على أنه ربما أيضا حتى في هذه الحالة هناك مخاطر أمنية لأنه هنا راح يكون قدك Shared Traffic يعني Traffic مشترك لعدة مستخدمين يرسل ويستقبل في نفس الوقت في حين أنه مثلا هنا في حالة Remote Access فأنه التنال الواحد الذي ستقوم ببنائه في حاسوبك الشخصي من خلال IPsec والSSL والVPN هذا سيستخدم فقط من أجل إرسال واستقبال الترافيك الخاص بك فقط أيضا وبالتالي هو لا يسمح بـ Multiple user traffic to pass through each VPN هنا طبعا هذا الرابط سيكون إن شاء الله موجود أسفل الفيديو هنا أنا بنخلالها لنقر على هذا المكان تستطيع تنزيل هذا الجدول المقارنة على شكل صورة التفاصيل الأخرى الإضافية اللي حبيت أنه أتكلم عنها أيضا اللي وجدتها في هذا الموقع اللي هو Remote Access VPN versus Site-to-Site VPN طبعا هذه تفاصيل أكثر طبعا تتحدث عنها وـ Advantage وـ Advantage لكل واحدة من أتهن ولكن مختصر الكلام وبالنهاية بالـ Conclusion يقلك بأنه كل واحدة من هذين النوعين هي فيها فوائد معينة وإيجابيات معينة ولميتيشنز معينة بالنهاية كل شيء يعتمد على الـ Budget الميزانية التي لديك حجم الشركة حجم الترافك الذي تريد العمل عليه نوعية المستخدمين وغيرها من الأشياء الأخرى اللي يجب أن تأخذها بعين الأتبار لكي تقرر من الذي تريده هل تريد Side-to-Site VPN أو تريد أنه إذا كان عندك مثلا 3 أو 4 مستخدمين فقط هم يستخدمون أو يشتغلون Remote فتقدر تسوي يعني هو Remote Access رح تكون هذه أرخص وأقل كلفة طبعا وأكثر كفاءة هذا أيضا الرابط رح يكون إن شاء الله أسفل الفيديو أخيرا كيفية تنصيب VPN لحواسيب الـ Windows هذا أيضا إن شاء الله يعني كـ Tutorial رح يكون إن شاء الله موجود أسفل هذا الفيديو فقط يوضح لك الأفكار أو يعني الخطوات بشكل عام لكيفية تنصيب الـ Express VPN في داخل حواسيب الـ Windows بالنسبة للـ Remote Access Users يعني المستخدمين اللي هم يريدون الالتصال بالـ VPN الخاصة بشركاتهم أو مؤسساتهم هذا إن شاء الله أيضا يعني فقط خطوات بسيطة جدا رح نخلي لكم أيضا إن شاء الله الرابط الخاص بها أسفل الفيديو بالنسبة للناس اللي هم محابين ينصبون VPN في حواسيبهم التي تعمل بنظام الـ Windows 10 هذا هو تقيبا كل شيء حبينا نتحدث عنه في هذه السلسلة القصيرة من الفيديوهات إذا كان هناك شيء إضافي تحبون أن نتحدث عنه له علاقة بالـ VPN ونضيفه إلى هذه السلسلة القصيرة أردت تركنا في التعليقات وتحياتنا لجميع وشكرا جزيلا ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر